الحمد لله الذي شعل سيام جنة لصائمين من النار ومكفرا للخطايا ومضاعفا للعشر ورافعا لدرجات ودافعا الى زيادة الاحسان وشافعا لمن كان من اهله وعشاد ان لا اله الى الله ولي الصالحين وعشاد ان سيدنا ونبينا وهبيبنا وكريمنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للآلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصهابه ومن دعا بالدعوته وتمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا اخوة الايمان اتبوا الله واعلموا ان هناك مفترات معنوية الى جانب مفترات حسية فيشب عليكم معرفتها واجتناب عنها وهي كل قول او فئل محرم في غير السيام فانه يتأخذ التحريمه ويداعف اثمه في وقت سيام وذلك كالقيمة ونميمة وشقم وسباب وقول الزور والنظر الى ما هرم الله النظر من النساء فانها تؤثر على السيام وتوشب الاسام فليت السيام مجرد ترك الطعام وشراب والجوء والأتش ولكنه ما اذلك ترك كل ما هرم الله من الأقوال والأسعال محرم المؤسمة قال عليه الصلاة والسلام من سوم رمضان ايمانا وإتسابا بفرا لأو ما تقدم من زنبه ارخوة لإيمان هو شهر أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره عفق من النار فيا معشر المسلمين هاذبوا عن فتكم قبل أن تحاسبوا وتوبوا إلا الله واستغفروه وبادروا الى طاعة الله عز وشل واحذروا معسيته وتعاونوا على البر وتكوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أقول كولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو جفور رحيم الحمد لله الذي شعل ليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشاد أن لا إله إلى الله واحد الدين وأشاد أن سيدنا ونبينا وهبيبنا وكريمنا محمد أبده ورسوله أبداعوا إلى الحق وإلى طريق مستقوم اللهم سلي وسلم على سيدنا محمد وأشاده وإلى أوله وسلم وأشاده ومدعا بداعواته والمسكة بالسنة إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر